السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو مهم جدا لأي تلميذ يجب نقاط عادية أو ضعيفة النقاط العادية التي نقصد بها هي 12 12 سوف نقاط عادية جدا لا يوجد نقاط عادية ولكن هذا الفيديو إن شاء الله لا تبقتي ذلك ما سوف نقول لك سوف تجلب هذه النقاط مثلا لدينا هذا التلميذ على اللقم مؤخرا وقالي يجب 18 إلى 20 وهذه يجب 20 إلى 20 وهذه 18 وهذا 19 ونص وهذا يجب 18 ونص وهذه 19 وهذا 18 ونص وهذا 18 وهذا 18 وهذا 18 وهذا 19 في الفيزيك وهذا 20 وهذا 20 وهذا 20 وهذا 17 وهذا 19 وهذا 19 وهذا 19 وهذا 18 وهذا 18 وهذا 19 وهذا 20 وهذا 20 وهذا أدلة التي سوف تتأكد من أن هذه الأدلة التي سوف نقول لك ليست كلام فارغة وإنما هو كلام بناء على دراية حسنا حسنا كيف تستطيع أن تحصل هذه النقاط الممتازة التي سوف تكون شيئا أو لا سوف تستطيع أن تحصل بكل سهولة ثم تعمل 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 أول حاجة هي أن تتحصل إلى المراجعة حتى الآخر سيقولون أنهم يتحصل إلى الآخر ويجلبون 17 أو 18 لا أعلم على بعض الحالات النادرة لا أعلم كما نعرف أن الأغلبية يجلبون نقطة عيانة وقليل التي يجلب هذه ولكن هذه الأغلبية هي الناس التي تجعلها حتى الآخر سوف تتراجع سوف تتفقق لها لكي لا نعود لها حسنا يجب أن تتراجع بمدة قبل الفرد أنا كنفطل أن تكون طويلة رأي أنت المدة التي ستناسبك والسمانة والثلاثة رأي أنت المدة التي ستجعلك تراجع وأنت مرتاح وبالك لماذا؟ حتى تجعل المراجعة حتى الآخر والثلاثة الأغلبية سوف تكون مرتابك لا تستطيع مرتاح نفسيا وسوف تكون لديك الكثير الطرس عادة تفهمهم وعادة تحفظهم وعادة تخدم الفروض وهذا كل يجب أن تفعله مرتابك وعادة تفهمك لا تستطيع أن تفهمك لا تستطيع أن تفهمك سوف تفهمك ولكن سوف تضطر المعلومات من دماغك هل تفهمك؟ أو لا سوف تحفظ وتنسل كل شيء سوف تنسلك هذا شيء من نينجا هذا شيء جيد حتى الآخر وعادة تدكس في دماغك وتحشيفه في المعلومات وكذلك دماغك كمبيوتر دماغك دماغك مجرد عضو ليس جهاز إلكتروني يعني يجب أن تكيسي بشوية بشوية لكي ترسخ المعلومات في التهن إذن كما قلنا سيتراجع بمدة قبل الفرص سوف تنسبك والثمانة والجوج سوف تنسبك ماذا ترفض المراجعة؟ واذا ستحفظ؟ لا المراجعة تبدأ بالفهم تزيل الحفظ تزمرها تلاحظ الخطوات مهمين في المراجعة أي وحدة قصتها ستجلب نقاط عيانة أو تجلب نقاط عادية نحن نريد أن تجلب 17 18 19 لكي تفرح وليدك وتفرح وتتقي فراسك أهم شيء هي تتقي فراسك وتخدم مزيلا لا تتقي حتى الخدمة إذن ماذا سأتدر في المراجعة؟ ستبدأ بالفهم في القناة التي هي جمعات طروس ماروك نوفر لكم شروحات تفصيلية في مادة علوم حيث والأرض خيار فرنسي وعربي لماذا نضع على خيار فرنسي أنا أعرف مجموعة لديهم مشكلة في فرنسي ودائرين خيار فرنسي أنا في القناة كنت أشرح لك بالفرنسي وأعود أن أشرح لك بالدريجة لكي تفهم يعني لا يمكن أن تفهم وخاء ستكون حيث ستفهم وبالإضافة لهذه المادة كنت أخبركم كذلك لديهم مواد خيار في هذه اللحظة هذه 2021 هم المواد التي نوفرها تلتاء بالنسبة للتانية أعادة نوفر لهم الفيزيك بالفرنسي والعربية يعني كلا الخيارين وكذلك كلا الخيارين والاجتماعيات إذن من الذي تفهم الطرس ما ستفهم من بعد ستتوزل الحفظ ما ستحفظ 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 ملخ خاصة التعارف من ستحفظ ملخ خاصة التعارف ستوفرهم لك أيضا أي فيديو نزلته في القناة ستنزل له ملخ خاص وتعارف المصطلحات والتمارين ستنزلهم معه هذه تلقائهم في الروابط التي نجعله لكم في الوصف إذا أردت تخليهم تكليكي على هذه المتلدة الوصف أولا تمشي لأول تعليق ستجد روابط مستفين تماما ستجد روابط ملخ خاص ستجد تحفظ ملخ خاص كيف؟ هذه الخططة هذه الدرس يحتفظ في جوج ال حساس ستجد تحفظ الجريدة ستجد تكون بعدها فاهم من جيد و بعدها ستجد تحفظ غير هذه الخططة ستجد تحفظ معها أيضا التعارف ستنحقر على كلمة التعارف لذلك كل الأن لماذا نقول لكم ان تحفظوا التعارف لأنه يتم تضعوا في الفورض أي فرد لا يريد أن يكون يتحفظ فيه التعارف دائما كينين وعلى ما قالوا لكم سوف تلقى هذه المصطلح مذكور وسط من شيء تمرين يعني ضروري أن تكون فاهمت هذه المصطلح لكي تستطيع التعامل مع هذه التمرين فأنتيني لماذا أقول لك حفظتك التعارف؟ حسنا سوف تحفظ الملخص والتعارف الذي أفره لك في الموقع ماذا سوف تحفظ أخر؟ صافي بركة عليك إذا أردت إلى الصباق لا تتفاهم وحافظ سوف تتطبق لماذا؟ حيث أنت هذه المعلومات وخافتها وحفظتها ولكن لماذا لا أعرف رأسك ماذا قادر تخرجهم من دماغك وتستعملهم في الإجابات أم لا؟ إذا سوف تستخدم التمارين التفاعلية الذي نوفره لك أيضا على موقعنا وهو جماعةطوروصماعوك.com سوف تجد أيضا الروابط هذا التمارين في الوصف أي فيديو في القناة أو يمكنك تدخل الـ ودخل التمارين هذا التمارين يصحح لك سوف تلون بالخضر سوف تلون بالحمر سوف تلون بالحمر سوف تلون بالخضر وهو نوع التمارين الأخرى الذي نوفره حاليا الذي يعتمد على الطبيق يعني سوف أعطيك خانة مثلا أن التمارين هو عبارة عن عملية حسابية معقدة أو شيء معقدة سوف تخرجها في ورقة تكسب لنا فقط الخارج سوف تلون بالخضر ثم تلون بالتحقق أو ثم ترون بالخطأ أو صحيح هذا التمارين في الاخر سوف أعطيك نقطة تقييمة على الإجابات التي جاءتك ثم تلون بالتأكد لأن التمارين يمكن أن تقوم بها فقط في احد ربعة ساعة ثم تلون بالتوش هنا تحديد كم الناس ترون بيض والتماعي كانت تستخدم نامتج كم الناس لم تضع ومعاً كم الناس كم الناس كم الناس ممتاز سأخبرك كيف سأخذ الربعات في كل مده لا يكفي الوقت لأنك تراجع قبل لا تخلي حتى الليلة أو يومين لا تتفهم لا تتحفظ لا تتطبق إذا لم تتطبق هذا سيكون متأكد من 17 الفوق 17 18 19 20 مضمونة لا يمكن أن تقوم بها ممكن و تستطيع أن تزيد من رأسك إذا كانت شيئا مفيدة تزيدها لك لأن هذا الشيء الذي أعطيتك ليس شيئا قرآني لأنه يجب أن تتطبقه 200% وإنما هذه المنهجية وخريطة الطريق إذا لم تتطبقك إذا لم تتطبقك وأنا متأكد أن تتطبقك إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله تلا وفرصكم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا